بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عدنا إليكم بشوقنا ابنائي وبناتي في درس جديد سأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد قائلين في بداية درسنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تناولنا في الدرس السابق موضوع الشفاعة وتكلمنا عن ذلك من موضوع نستذكره بإذن الله تعالى في درس اليوم وقبل أن نبدأ في استذكاره أحب أن أبين لكم موضوع درسنا الجديد ألا وهو موضوع جديد موضوع الحوض نأتي بإذن الله تعالى إلى بياني هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في الدرس السابق موضوع الشفاعة نستذكر إياكم أبنائي وبناتي ما تناولناه في موضوع ودرس الشفاعة مع المجموعة أبناء الطلاب بنات الطالبات نستذكر ما درسناه في الدرس السابق عن موضوع الشفاعة ماذا ذكرنا في تعريف الشفاعة أحسنتم وفقتم ذكرنا تعريف الشفاعة التوسط بجلب منفعة أو ماذا دفع ماذا وفقتم أو دفع مضرة أحسنتم أحسنتم كذلك ذكرنا شروط الشفاعة وذكرنا أنهما شرطان ما رأيكم أحسنتم قلنا الشرط الأول ما هو بوركتم أحسنتم الإذن للشافع أن يشفع والثاني ما هو أحسنتم الإذن أو الرضا عن المشفوع لا إذن الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع والشرط الثاني الرضا عن المشفوع وقد بينا أدلة ذلك في الدرس السابق فارجعوا إليه كذلك أبناء وبناتي تناولنا في الدرس السابق أنواع الشفاعة وذكرنا أنها ثلاثة أنواع شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة ثالثة عامة للمؤمنين أو لمن رضي الله تعالى عنه فما رأيكم أحسنتم قلنا الشفاعة الخاصة أحسنتم أولا بوركتم الشفاعة العظمى وذكرنا هي شفاعة عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أحسنتم وشفاعة الثانية ما رأيكم الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بوركتم شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة بالإذن للمؤمنين أن يدخلوا الجنة نسأل الله أن نكون منهم قولوا آمين كذلكم ذكرنا الشفاعة الثالثة وقلنا هي عامة لمن رضي الله تعالى عنه ولمن أذن له أن يشفع ما هتلكم الشفاعة سنتم هي الشفاعة في أهل الكبائر هذه الشفاعة العامة إذن هذا هو ما تناولنا في الدرس السابق عن موضوع الشفاعة ناتي وإياكم أبنائي وابناتي إلى موضوع درس جديد الحوض الكتاب معكم في صفحة ستين أهداف الدرس يتوقع منك بعد الدرس أن تعرف المراد بالحوض لغة واصطلاحا كذلك تصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تذكر سبب الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ناتي إلى هذه الهداف كلها وبيانها في درس اليوم ما هو الحوض في اللغة؟ ماذا تقصد بالحوض؟ إذا قلنا في الجانب اللغوي يكون جانب حوض ماذا تفهم أخي الطالب أخي الطالب معنا حوض؟ ما رأيكم؟ ماذا يفهم؟ في اللغة اللغة مجاله أوسع أحسنتم مكان اجتماع الماء مجمع الماء يسمى حوض كل ما كان مجمعا للماء نسميه حوضا هذا تعريف الحوض في اللغة أما المراد به هنا ذكرنا تعريف الحوض في اللغة هل هو الحوض في اللغة؟ يرغض به ما نريد بيانه في درس اليوم؟ هل هو مجمع الماء؟ نقول الحوض في ذلك اليوم أو في يوم القيامة؟ نبينه في درس اليوم وليس المراد به مجمع الماء فقط المراد به هنا أي بالحوض؟ هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مشاهد القيامة ذلك اليوم العظيم وما فيه من مشاهد يأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون خاصا للمؤمنين فما حكم الإيمان بذلك الحوض؟ هل يجب الإيمان بذلك الحوض؟ نقول نعم بل يتعين التصديق الجازم يكون في قلبك أخذ الطالب أخذ الطالب تصديقا جازما بماذا؟ بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا في يوم القيامة ترد عليه أمته حوض للنبي صلى الله عليه وسلم نعم نقول يكون في القلب تصديقا جازما وإيمانا يقينيا بأن للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حوض وهذا الحوض يرد إليه أمته عليه الصلاة والسلام فكما هو ظاهر أمامكم تردع لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يرد إلى ذلك الحوض وهو الذي يشرب من ذلك الحوض من أمتي عليه الصلاة والسلام كذلك هذا الحوض نقول في حقيقة هو حوض عظيم ماءه أشد بياضا من اللبن هذا الحوض العظيم الذي هو في يوم القيامة الحوض العظيم في يوم القيامة الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمة عليه الصلاة والسلام هذا الحوض العظيم أولا ماءه أشد بياضا من اللبن فما ترون من بياض اللبن فحوض النبي عليه الصلاة والسلام أشد بياضا من هذا اللبن كذلك من صفات حوض النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحلى من العسل فما تذوقون من طعم العسل فالشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام أكثر حلاوة من ذلك العسل كذلك ما هي الصفات للحوض كذلك نقول الصفة من صفات الحوض أطيب ريحا من المسك ثالثا من صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطيب من ريح المسك من ريح مسك ما نشمه من ريح المسك فريح حوض النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح ذلك المسك كذلك من صفات الحوض آنيته ما يكون مغرفا من ذلك الحوض حل عددها قليل أو كثير ماءه أشد بيضا من اللبن أحلى من العسل الرائحة أطيب من ريح المسك الآنية كم عددها وكم تعدادها كعدد نجوم السماء فما ترون من عدد نجوم السماء فالآنية التي تكون مغرفا من ذلك الحوض كعدد نجوم السماء فما ينظر من نجوم في ذلك في تلكم الظلمة وقت كثرت النجوم فنقول آنية حوض النبي صلى الله عليه وسلم كتعداد تلكم النجوم طيب لو سئلتم سؤالا أخي الطالب أختي الطالبة ما هي مساحة ذلكم الحوض هل مساحته قليلة أم كبيرة نبين ذلك عرضه شهر وطوله شهر كيف العرض والطول نقول العرض والطول مسافة شهر العرض فقط مسافة شهر والطول كذلك من أراد أن يقطعه ما شيئا كمسافة شهر لذلك عرضه شهر وطوله شهر معناها أي مقدار المسير شهر فالمسافات كانت قديما تقاس بزمن المسير والمراد بزمن المسير أي شهر أو يوم أو أسبوع هذا هو المراد بزمن المسير فمساحة الحوض عرضه شهر وطوله شهر كذلك من يشرب من هذا الحوض ما هي حاله؟ من يشرب من هذا الحوض نقول لا يضمأ بعدها أبدا فما يكون في ذلك اليوم وفي شدة ذلك اليوم من يشرب منه بإذن الله تعالى من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم لا يضمأ من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا نسأل الله أن نكون منهم وقد ورد في الحوض أحاديث متواترة منها أولا عن سال بن سعد الأنصاري رضي الله عنه طبعا معنى قولنا في الكتاب أو معنى قول الكتاب ورد في الحوض أحاديث متواترة أحاديث كثيرة جدا ليس بحديث ولا حديثين ولا ثلاثة ولا أربعة بالأكثر من ذلك كل ذلك وردت في الحوض ذلك نقول يجب الإيمان به إيمانا يقينيا فعن سال بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فارطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ بعد لم يضمأ أبدا معنى قولي عليه الصلاة والسلام إني فارطكم أيهو عليه الصلاة والسلام يكون سابقا لنا على الحوض حوضه عليه الصلاة والسلام من مر علي شرب على النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من هذا الحوض نسأل الله أن نكون من أولئك القوم ومن شرب من هذا الحوض لم يضمأ أبدا وهذا حديث يقيني يجب الإيمان بذلك الفرط معنى فرطكم أي المتقدم في طلب الماء وهو النبي عليه الصلاة والسلام والناس يخرجون يوم القيامة هل يكونون في حال الري مرتوين من ذلك المكان الذي كانوا فيه في مكان قبورهم أو ما هي حالهم عندما يخرجون من قبورهم يخرجون عطاشا في حالهم عطشا يطلبون الماء ويكابدون عطشا هذا اليوم ولا من هل مورود أي يشرب منه الإنسان المؤمن إلا حوض صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم ولا يرد هذا الحوض إلا من آمن وعمل صالحا واستقام على دين الله تعالى فأولئك القوم الذين يخرجون عطاشا هل كلهم يردون على ذلك الحوض؟ لا بل من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وما شرط اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول شرط ذلك أن يكون الإنسان مؤمنا وقد عمل صالحا واستقام على دين الله تعالى حتى يستحق الشرب من حوض النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وأما من انحرف عن الصراط ذكرنا الأول من آمن وعمل صالحا هم الذين يردون إلى الحوض وأما من انحرف عن الصراط المستقيم أو ابتدع في دين الله فهو من المحرومين إذن شرط شرط الإيمان شرط العمل الصالح شرط الاستقام على دين الله نعم شرط للورود على ذلك الحوض الشرب منه أما من انحرف على دين الله من انحرف عن دين الله ومن ضيع ومن ابتدع كل أولئك نقول محرومين من الورود على الحوض والشرب منه عن أسماء بنتب بكر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أمته عليه أفضل الصلاة وتم التسليم حتى يأتوا إليه ويشربوا من هذا الحوض لكن هناك أناس يكونون محرومين قال عليه السلام وسيأخذ أناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي عليه الصلاة والسلام يتمنى من الجميع أن يشرب فيقول عليه السلام يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما بريحوا بعدك يرجعون على أعقابهم إذن هل استمروا على تلكم الاستقامة وعلى ذلكم الدين أن بدلوا وغيروا وانحرفوا عن الصراط المستقيم نقول بالغيروا وبدلوا لذلك عليه الصلاة والسلام يتمنى ورودهم على الحوض فيقول يا رب مني ومن أمتي يريد عليه الصلاة والسلام أن يشربوا فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك أما شعرت ما فعلوا أولئك القوم ما زالوا يرجعون على أعقابهم يتأخرون ويرتكبون المعاصي ويبتدعون حتى رجعوا على أعقابهم فلا يستحقوا أن يكونوا ممن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك نكون قد أتينا على ختام درس اليوم وفي ختام الدرس نستذكر أبنائي وبناتي ما أخذناه في درس اليوم درس الحوض من خلال الدرس نستنتج صفات الحوض ذكرنا صفات الحوض في درس اليوم ما رأيكم بنا طلب بنات الطالبات ماذا ذكرنا من صفات الحوض ماذا قلنا في مائه ماذا يكون اللون أشد ماذا وماذا يكون الطعم وماذا تكون الريح ما رأيكم أحسنتم وفقتم بوركتم نقول أولا عظيم الاتساء طوله شهر وعرضه شهر وهذه هي المسافة ثانيا ماء أبيض من اللبن أحسنتم كذلكم ثالثا ريحه أطيب من المسك كذلك رابعا آنيته كعدد نجوم السماء كذلك خامسا من شرب منه شربه لم يضمأ بعد تلكم الشربه أبدا هذه صفات الحوض وصفات كذلك من يرد على ذلك الحوض أن من يشرب منه شربه لا يضمأ بعدها أبدا فصفات عظيمة في حوض النبي عليه الصلاة والسلام كذلكم من الحديث الواردة في الحوض ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل حديث أسماء رضي الله عنها أسماء ابن أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يريد علي منكم وسيأخذ أناس من دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم ماذا نستخرج من هذا الحديث ما رأيكم ماذا نستخرج من هذا الحديث نعم أحسنتم ووفقتم وبركتم نستخرج من هذا الحديث حكم التكذيب بالحوض وأنه سبب من أسباب الحرمان من ورود الحوض فما هو حكم التكذيب بالحوض أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تمنى من أولئك القوم أن يردوا على هذا الحوض فكان يقول يا رب مني ومن أمتي فكان يقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم إذن هذا هو سبب من أسباب الحرمان من ورود الحوض أما حكم التكذيب بالحوض فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث حوضه عليه الصلاة والسلام ونقول في أحاديث متواتر أثبات الحوض وأن من كذب به فيكون على خطر عظيم من التكذيب بهذا الأمر الذي هو ثابت يقينياً وتصديقاً جازماً بأحاديث متواترة كذلكم في ختام الدرس ماذا تعلمنا أبنائي وبناتي وماذا كانت عندنا فكرة خاطئة عن هذا الحوض وماذا نطبقه بما تعلمناه في درس اليوم من الاستقامة على دين الله وبماذا تكون أفضل عندما علمت أن الحوض لا يرده إلا من كان مستقيماً وسيحرم منه سؤال وكذلك إن بقي عندك سؤال أخي الطالب واختي الطالبة فيطرحوا على معلمكم ختاماً تناولنا أبنائي وبناتي درس الحوض أتينا على تعريفه وبيانه وشروطه وأسباب وروده ختاماً أبناء الطلاب وبنات الطالبات نسأل الله تعالى في ختام درس اليوم أن نكون وإياكم ممن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وممن يشرب من ذلك الحوض شربة من يده عليه الصلاة والسلام لا يضمأ بعدها أبداً قولوا آمين ختاماً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى في درس قادم ونستودعكم الله الذي لا تضع وداعه ونقول ختاماً صلى الله وسلم وباركاً على أفضل الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته